موسيقى من البداية بنشوف واحد اسمه جمال بيروح تل قبيب عشان خاطر يشتغل في السفارة المصرية وبيقابل واحد هناك اسمه ناجي عطلة وهو الملحق الاداري في السفارة وكمان شخص مقرب بشكل كبير للاسرائيليين ده حتى فلوسه شايلها في بنك اليو ايمي اللي موجود في تل قبيب فبياخدوا بعد كده يودي الواحد اسمه روني ميتال السمسار وبيخليه ياخد الشقة اللي قدامه على طول في البيت وبنشوف بعد كده روني بيخاف لما بيعرف ان جمال اسمه جمال عبد الناصر وبعدين بياخدوا للسوق عنده واحد اسمه فادية وبيجيب منه جنباري وطبعا انا مش عارف ليه بس الجنباري كان ممنوع هناك ومنها على مطعم بعد كده الواحد اسمه مزراحي ولكن ما بيرتحش هناك جمال فبيسيبوه ويمشي واول ما كان ناجب ياكل الجنباري في مطعم مزراحي ام دخلوا عليه شوية من اليهود وكسروا له الطبق بتاعه فهو بالعند فيهم اكل المعلقة الاخيرة اللي كانت في ايده وبنشوف بعدين ان من كذا مقابلة مش بيرتح جمال لناجب بسبب تقربه الكبير للاسرائيليين فمش بيستحمل اسرائيل باللي فيها وبالتالي بيطلب ان هو يتقاعد من الشغل وبنشوف بعد كده واحدة اسمها هاني واسمها الحركة نيضال وهي من اب مسلم معربي وام يهودية فضلت طور عمرها تدرس الدين اليهودي في المدارس اليهودية وبتدرس في جامعة تل قبيب وبتحاول دايما ان هي تخلي اسرائيل اعلى الدول وفي يوم كانت بتلقي خطبة في الجامعة على الطلاب وشافها واحد من الشباك اسمه لوسي كارمن وحب انه يدخلها معهم الشباك وفعلا استدعيها عشان خاطر يتكلم معها وعرض عليها ان هي تشتغل معهم ولكنها مردتش عليهم عشان خاطر هي لسه ما خلصتش دراسة بنشوف بعد كده ان السفارة المصرية عملت حفلة بتحتفل بها بصورة 23 يوليو وعملوا الحفلة دي في تل قبيب وكان الشعب كل مستقب ان مصر توافق ان هي تعمل حاجة زي كده هناك فنجع طالة كلمهم على التلفزيون وقالوا قدام الناس كلهم انهم ما كانوش هيبقوا موجودين هناك الا بعد ما جيشنا ضربهم على دماغهم واننا اقوية جدا وبالتالي اسرائيل ما عجبهاش الكلام ده وخلت الخارجية تصر على ان ناجي يسيب اسرائيل ومش كده وبس ده كمان حتى جمدت ارسلت كلها اللي موجودة في البنك ومنعته من انه حتى ياخد اي دولار منها فبيبيع ملاكو كلها اللي موجودة في تل قبيب وبيلم اي فلوس كانت ليه عند اي حد وبيروح لرافي دافيدوفيتش وده اللي صمم السيستم الابني بتاع بنك ولكن رافي ده كان دايما مديون طوب الارض حتى لناجي والبنك كمان لدرجة انه كان هيتحبس فناجي استغال الحتة دي جدا وقاله ان هو هيستغنى عن كل اصالات اللي كان كاتبها له واللي تقدر تقريبا من مية وتمانين الف دولار وهيديه كمان متين الف دولار عشان خاطر يزبط بها دنيوتو ويبدأ بها من جديد وصد بس ان هو يديه فلاشة عليها سيستم الامني لبنك اليو اي مي وبطبعا بسبب ظروفه وافق وده له فلاشة ورجع ناجي عطله على مصر وبنشوف بعد كده واحد اسم حسام بطل العالم في الواسب الطويل وبيحاول ان هو يلاقي حد ممكن يساعده عشان خاطر ابو كان كابتن كبير زمان ولكن اتصفه مرة وتشال وليه حسام واحد يساعده اخيرا ولكن مرضيش ورماله شوية فلوس كأن واحد شحات ملوش لازمة فحسام لي ايه مرة بيتكلم على التلفزيون وعمال يفخم في نفسه وقد ان هو بيساعد الناس فكلمهم على الهوى وفضحوا على التلفزيون فالراجل ده تاني يوم بعت له ناس ضربته عشان خاطر يحرم ان هو يتكلم عنه تاني وبعد كده بيجيله ناجي وبيقوله انا عاوزك في شغل وبيقوله ان الشغل ده هيخليه عالج والده فحسان بيوافق وبنشوف بعد كده واحد اسمه ابراهيم وهو خريج اداب قسم لغة عبرية بيتكلم عبري لب لب وبيشتغل في اوتيل عشان خاطر يترجم للسياح اليهود ولكن بيطرد من هناك بسبب انه قالي الادب حبتين ثلاثة لا حبتين ثلاثة ايه اقول اربعة خمسة بص هو صايع وبيلاقيه بعد كده ناجي وبيقوله عاوزك في شغل فطبعا هو التاني بوافق لانه ترفض من الشغل وفي واحد تاني معانا اسمه تهامي وهو راجل رياضي زيه زي لاعيبي كمال الاجسام بيشيل حديد بوزن عالي جدا جدا وكان شغال في جيم ولكن ما كانش مرتاح هناك عشان خاطر الفلوس مش مكفيه انه يأكل كيلو لحمة كل يوم فبيجيله ناجع اطلع عشان خاطر يقوله على شغل فبرضه هو التاني بوافق وتهامي كان بيحب واحدة اسمها نوسا وهي شغالة مراوضة اسود في السيرك وابوها نفس الكلام برضو مراوضة اسود وكان تهامي عاوز تجدم لها لكن ما كانش معاه فلوس اساسا فبيروح معاه ناجي ويخطبها له وبعد كيب نشوف واحد اسمه زاهر وهو مهندس كمبيوتر شغال في شركة حاسبات وزاهر دعب قري جدا جدا فناجي اختاره عشان خاطر يشتغل معاه وطبعا زاهر بوافق وفي يوم كان ناجي عزمهم كلهم في مطعم فحسام شاف رجل الاعمال اللي بعت له ناس تضربه فرح مسكه هو والفرق اللي معاه وعدمهم العافية وفي الاخر مسكهم البوليس ولكن ناجي عارف يطلعهم منها وبيوقفهم عند الاهرامات وبيقولهم على العملية وهي سرقة بنك في اسرائيل فمرة واحد زاهر بيوع من طوله ولكن بعد كده بيفهمهم ناجي على كل حاجة وبيقولهم ان كل حاجة محسوب لها بالملي فاتطمنوا وبعد كده بيقولهم ان في ناس تانية لسه تنضمننا وبيروحوا بعد كده لحارف مصر الواحد اسمه عبدالجليل وده هتقدر تولع عليه السكرة بتاع المسلسل وعبدالجليل ده واحد منظم وقفات احتجاجية ومؤتصمات ولكن طيب جدا جدا وامه اسمها ام عبدالجليل ويطلق عليها اسم ام الغوالي جالهم ناجي عطالة عشان خاطر عبدالجليل كان ليه في قطع قطبان الحديد وبالتالي بيارض عليه سرقة البنك وبما انه بطج في نفسه فبيفرح جدا وبتبدأ ام الغوالي ان هي تدعى العبدالجليل والفرقة بتاعته وبيروح البيت يقع عليهم ولكن الفرقة الحمد لله بتقدر ان هي تطلع قبل ما يقع عليهم المهم بعد كده بنشوف واحد تاني اسمه الشيخ حسن وده راجل طيب بتاع ربنا وكان زمان شغل في الجيش كعس كريم مع ناجي عطالة وكان موجود في قسم المتفجرات يعني يعمل لك اجداحة قم بنفسهاني المهم بيعرض عليه الفكرة وبيوافق طبعا نصرة لاخواتنا الفلسطينيين وطبعا عشان خاطر الفلوس وبعدين بيقول لهم ناجي عطالة ان هم يجهزوا نفسهم ويودعوا اهلهم عشان خاطر هيروحوا بورفقاد وهناك هيتدربوا وبعد ما بيوصلوا هناك بيبدأ تدريب استمر الاليام كتير وبعد كده بيبدأ ان هو يفهم كل واحد مهمته وهي كالاتي زاير هو لا يفتح لهم كل حاجة بما فيها الخزنة عن بعض بسبب السيستم اللي اشتراه ناجي منه في دافيدوفيتش وابراهيم هو اللي هيساعدهم في الكلام لانه اللي بلب عبري وتهامي قدر بعد التدريب الكتير ان هو يشيل اكتر من 180 كيلو فهو اللي هيشيل اكبر عدد من شنات الفلوس والشيخ حسن هيعمل قنبلة بدون شظايا صوت بس ونار عالية وحسام مهمته ان هو ينط من مبنى لمبنى تاني بمساحة طولها 8 متر اما عبدالجليل فمهمته معروفة وهو انه يطع قطبان الحديد بتاعت الخزنة وتدرب على كده كويس جدا وبس يا سيدي جاهزوا نفسهم وراحوا على سيناء على الطريق البري ومن هناك راحوا على مكان لواحد عنده نفق تحت الارض بيوصل من سيناء الى غزة والنفق ده كان طويل جدا طوله 8 كيلو ولكن طبعا كان بالنسبة لهم عادي لان الناجي كان بيدربهم ايام من التدريبات على انهم يجروا مسافة اكتر من 16 كيلو فالموضوع مش بالنسبة لهم صعب جدا والمهم بيوصلوا غزة ويريحوا هناك شوية وبعد كده بيلوحوا على مكان لوحدة ست اسمها الحجة فاطمة ودي ست كل غزة بتسمع كلامها وهي واحدة من المقاومة وهناك ناجي بيعرف فرته على عضو جديد في الفرقة وهي هاني اللي هي نضال وطلع ان هي بتكره اسرائيل جدا وثابتهم وراح التعاش في فلسطين لما لقيت ان الموضوع هيبدأ انه يكبر قوي وهي كانت كل اللي عايزة من البداية ان هي تدمر اسرائيل من جوا وبس المهم بتقولهم الحجة فاطمة انهم لازم يستنوا بسبب ان في مشاكل في غزة فبيقعدوا عند اخوها ابو طارق وهو راجل ليه اربع ابناء ابنه الكبير للاسف في المعتقل وبيفضل قاعد معهم ناجي وفرته اسبوع من رمضان في غزة وبعدين بيروحوا على مهمتهم عن طريق انهم يلبسوا لبس اليهود ويدخلوا تل قبيب وبعد ما وصلوا هناك لبسوا لبس الجيش الاسرائيلي وبدأوا لعملية بتاعتهم وهي ان اولهم الشيخ حسن عمل قنبلة شبه عربة السجاير وادهل ابراهيم وانضال يرموها في مبنى الشباك الاسرائيلي اللي كان تحت الانشاء وفعلا بيقدر انهم يفجروا وبيطلعوا كلهم بسرعة على سطح عشان خاطر حسام ينط من المبنى اللي هم فيه للمبنى بتاع البنك وفعلا بيقدر حسام ان هو ينط مع ان المسافة كانت اكتر من تمانية متر وبعد كده بينزلوا كلهم هناك عن طريق الواير ولكن زاهر بيكون خايف جدا لانه عنده عقد كتيرة جدا جدا فبالتالي بيفضل مكانه في السطح بتاع البيت وبيتابع معهم عن طريق التليفون المهم بيفتح لهم زاهر الابواب وبينزلوا تحت الخزنة وهناك الباب بيفل عليهم وبيطلع لازر عشان خاطر يحرق اي حد في الغرفة ولكن زاهر بيقدر ان هو يوقفه في اخر لحظة وبعد كده بيروح عبد الجيل عشان خاطر يقطع قطبان الحديد اللي قدام الخزنة وبعدها على طول بيفتحوا الخزنة وبياخدوا الفلوس اللي كانت تقريبا متين مليون دولار وبيهربوا للجاراج وبيحطوا الفلوس في العربية وبيركبوها وبيخلعوهم وكانوا عملين حسابهم على انهم هيرجعوا من نفس الطريق اللي جم منها ولكن بيلقوا عربية بتمشوا وراهم بشكل غريب وبيطلع ابو شعلان وبيقولهم ان اللي حصل في مبنى الشباك خلى ان من الصعب انهم يرجعوا بنفس الطريقة وانهم لازم يمشوا من على الحدود لبنان وفعلا راحوا على الحدود ودي كانت رحلة متعبة جدا وصعبة وحبوا انهم يريحوا شوية ويناموا ولكن حزب الله لمحهم فابض عليهم وكان فاكروا منهم اسرائيليين بسبب لبسهم واعلن انه هو ابض على تماني جنود اسرائيليين ولكن بعد كده عرفوا انهم مصريين فاكرموهم وضايفوهم وشكرهم كمان على اللي عملوا مع اسرائيل ولكن قالوا لهم انهم محتاجين ناجي وفرته تتصرف وتجيب لهم 8 جنود مكانهم لانهم ما ينفعش يطلعوا كذبين ده غير ان برضو اسرائيل وافقت انهم يبدلوا معهم الجناد الاسرائيليين مقابل 500 اسير في المعتقلات الاسرائيلية وبالتالي وفق ناجي ورجع تاني تل قبيب في مزارع اسمها مزارع فاشكول وخد معاني ضلو ابراهيم بنفس ازاي العسكري الاسرائيلي لانهم هم اكتر الناس بتارف تتكلم عبري وبعد كده ناجي بيقابل هناك واحد اسمه فادية وبيعرض عليه 200 الف دولار مقابل انه يجيب له ناس هيشتغلوا انه هم معتقلين لمدة اسبوع وهيرجعوا تاني في التبادل وبيوافق وبيجبهم له وكان مستنيه ابراهيم برا فبالصدفة بيمر هناك لوسي كارمن وبيحاول ان هو يقبض على النضال ولكن بيضربوا ابراهيم وبياخدوا معهم لحزب الله وفي الاخر بتتم الصفقة بتاعت حزب الله وبيأمنوا بعد كده الطريق لناجي وفرقيته عشان خاطر يعدوا بكل الفلوس دي وبيركبوا عربية وبيمشوا ولكن وهما في الطريق الكاوتشين بتوع العربية فرقعوا وكان الموبايل بتاعه ناجي مفوش شحن فافرض له هناك قاعدين فترات طويلة لغاية من برضو جاه عليهم الليل وما كانش في صريخ بنومين في الشارع لغاية ماليجيو عربية معدية وطلع معهم ناجي عشان ينحمل كاوتشين ويرجع تاني وبيطلع الناس اللي راكب معهم ناجي دي في الاخر هي ناس معها حشيش وبيتقبض عليهم كلهم ولكن بيجي في الاخر ابو حسين عشان خاطر يطلع ناجي وبيساعد فرقيته لغاية ما بيوصل للسوريا على فندو هناك لواحد اسم ريمون وده واحد حشري جدا جدا ومادي حقير المهم الفرقة كلها بترتاح وبياخدوا فلوس من ناجي عشان خاطر يدلعوا لهم سيكا وبعد كده بيروح ناجي عشان خاطر يقابل ابو القاسم وهناك بيلاقي سلاح كتير وبيعرف من ابو القاسم ان ما فيش طيران دلوقتي ولازم يستنى شوية في سوريا وابو القاسم ده على فكرة تبع حزب الله وبعد شوية طلع ناجي عاعد في القضاء بتاعته وفاجأة بيدخل عليه حسام وكان بيبكي بشكل كبير فسأله ناجي هو ايه اللي بيحصل قال له انه هو لازم ينزل مصر بأخصى سرعة وبأي طريقة لانه هو بيرن على ابوه وابوه لغاية دلوقتي ما ردش عليه فترة طويلة وهو خايف عليه جدا فقال له ناجي انه هو كان باعت قبل كده لابو طارق بفلوس عشان خاطر يدفع فلوس عملية والدك وكمان يتطمن عليه ووالدك حاليا خف وبقى يمشي على رجلي ولكن هو لسه موجود في المستشفى وعشان كده انت ما عرفتش توصل له ففرح حسام جدا وكلم ابوه على رقب المستشفى والطمن عليه المهم بيقضوا شوية ايام حلوة وبتعرف هناك ناجي على واحد اسمها كاميليا وهي مصرية ولكن بتشتغل في الامم المتحدة وبتحب السياسة المهم بيحبوا بعضه وبيكون ناجي عاوزي تجوزها وفي مرة بيروح ناجي معها حفلة في السفارة الامريكية ولكن بيحصل هناك تفجير وده الحزن حظ ناجي لان بمجرد ما دخل السفارة بلغت السفارة عنه لاسرائيل وما كانش هيطلع لول الانفجار اللي حصل وفي نفس الوقت كان فيه ناس في الفندق كانوا بيحاولوا يسرقوا الشنط وحصلت خناءة كبيرة بين فرقة ناجي وبين الناس اللي بعتها المساد للفندق وفي الاخر بيقدروا ان هم يشبعوهم ضرب لغاية ما بيجي البوليسي وبياخد بتوع اسرائيل وبيجي ناجي وبياخد الفرقة هو وابو القاسم وبيروحوا على العراق ولان كاميليا بقت برضو في خطر بسبب ناجي فهي كمان رحت معهم خدهم ابو القاسم على طول على بيت بتاعه موجود في العراق وبعد كده اكلهم اكلة حلوة كده فلو طعمية بس كاميليا جات لها مرة واحدة مكالمة من الامم المتحدة وحبت تخلص شوية وراء قبل ما تسافر مع ناجي واللي معاه فاستغلى بالقاسم ان هي مش موجودة وخلى ناجي واللي معاه يروش الشنط بتاعتهم بمواد بتمنع الاجيزة بتاعت المطار انها تعرف ان اللي في الشنط دي فلوس ولكن مرة واحدة بتيجي مجموعة تانية من المساد وبتبدأ تضرب نار على ناجي عطلة والفرقة اللي معاه وبرضو ناجي واللي معاه خدوا سلاح من ابو القاسم وفضل يضربوا في بعض الى غاية ما قدرت فرقة ناجي ان هما يقتلوا كل فريق المساد وبعد كده رح خدهم ابو القاسم بسرعة بالعربية وجاريهم وبعد شوية وهما ماشين في الطريق كلموا كاميليا وقالولها على المكان بتاعهم وفعلا كاميليا جات لهم وبعد كده ماشوا مع بعض وهناك قاعدوا عنده واحد اسمه سعد مدرس تاريخ ورجل فاضل فضل كل شوية يحكي الناجي على حال العراق وان ازاي العراق اتقسمت لطواقف والبلد اتدمرت بسبب التفجيرات والخطف والسرقة وحاجات تانية كتير وفي الوقت اللي جه ناجي يقعد فيه مع سعد جه برضو اخو سعد واخته ومعاهم عائلتهم بسبب ان الطواقف الاخرى طردتهم من بيوتهم بسبب اختلاف الطواقف وكان في واحد ساكن قدام الاستاذ سعد جرهم اسمه ستوري وده راجل زبالة معاهم معاهم عليهم عليهم وفي نفس الوقت فاسد مسك ناجي عطلة وهددوا بانه عارف عنه كل حاجة هربها المصر وطبعا ناجي بيوافع عشان خاطر يسكته بس ولكن بسبب سوء الظروف الموجودة في العراق ابن اخت سعد اتخطف وطلب وفدية كبيرة جدا منه فاتكفل بها ناجي ورجع الطفل وفي اليوم اللي كان المفروض ابو القاسم يجي اخدهم ويوصلهم راح يفطر في مطعم ام دخل عليه واحد هناك فجر نفسه فمات ابو القاسم وطبعا استاذ سعد مرضيش يسيب نايا في الموقف ده ووعدوا ان هو هيسعدوا يرجع مصر ووداهم المطار ولكن طلعوا من المطار اللي موجود في اربيل وعشان خاطر يطلعوا اضطروا ان هما يطلعوا ببسبورات عراقية كانوا عاملينها مزورة وطلعوا بالطيارة ولكن هو كده المنحوص بيلاء العظم في الكرشة يعني لسه رجبين الطيارة وطلعت الجو فبيلاقوا جماعة من الناس بتخطف الطيارة وبتنزل بيهم في مطار نائي جريب من قرية تابعة للسومال وبنشوف هناك قد ايه المجاعة اللي عايشة فيها الناس دي بجد وفعلا مجاعات اكتر من اي دولة تانية في العالم وبتوضح الفرقة اللي خطفاهم ان هم عاوزين عن كل شخص مليون دولار للافراج عنهم وبيقول لهم ان العالم ما يعرفش عنهم اي حاجة ودي كانت الطريقة الوحيدة عشان خاطر يعرفوا بقضيتهم وكان زعيم القبيلة اللي خطف الفرقة والطيارة كلها كان هو اسمه السيد اشادة ومعاه بنت اسمها اجوجة المهم كل دولة بتيجى عشان خاطر تدفع الفلوس عشان خاطر ترجع بلدها ما عاد المصريين بيفرج عنهم السيد اشادة بسبب انهم من نفس الدين وكمان عشان السيد اشادة كان بيدرس في الازر وفضلوا جاعدين هناك فترة واندمجوا مع بعض لغاية ما ابراهيم قرر انه يتجوز اجوجة لانه كان بيحبها من اول نظرة ووفق السيد اشادة وعملوا فرح لابراهيم وحسن ونضال بالمرة لان هما الاتنين كانوا بيحبوا بعضه وعاوزين يتجوزوا وفي نفس الوقت ناجي وكاميليا اتجوزوا معاهم ولكن في لنت الفرح بيعترف ناجي الكاميليا على ان هو اللي سرق البنك بتاع اليو ايمي اللي موجود في اسرائيل وان الشنط اللي معاه دي مليانة دولارات ولكن طبعا هي ما بتوفقش على الجوازة دي بعد كل اللي سمعته منه وتاني يوم بيسيبوا الصومال ويروحوا على المطار وبيلاقوا ان الشنط زي ما هي لانها كانت موجودة في الامانات وبعد كده ناجي فضل يفكر لفترة صغيرة وبعد كده وبدون اي مقدمات قال لفرعته ان الفلوس دي مش تطلع بر الصومال وانه ناوي يديهم لاهل القرية دي يمكن بها يقدر ان هما يحلوا جزء من مشكلتهم وانه لو اصروا هيبلغ عنهم ولكن كل واحد فيهم طبعا اعترض ومنهم عبد الجليل اللي كان نفسه يحجج امه وعشان كده كان عاوز الفلوس من البداية ولكن قال له ناجي ان هو هيحججها له وفي الاخر بعد النقاش كبير عن معانات اهل البلد دي وانهم قدي ايه بيموتوا من الجوع وافقوا ان هما يدوا الفلوس دي الاهل القرية وبعد كده رجوا على مصر بين غير ولا نيكلة واعدوا يأكلوا على عربيت فول وقال لهم ناجي ان معهم الدخرات هيبيعها وهيفتحوا سوى شركة سياحة ولكن بعد ما خلصوا اكلوا وحبوا ان هما يدفعوا لان ما فيش ولا واحد فيهم معاجنة ولكن من طيبة قلب البيع سابهم وخلاهم يمشوا بدون ما ياخد منهم اي فلوس وفضلوا هما مشين في الطريقة حقوا على نفسهم وانه قدي ايه كان معهم فلوس كتير ولكن في الاخر رجعوا من غير ولا نيكلة وصراحة الحيطة دي غزتني جدا لان الشباب دول تعبوا جدا وكل واحد فيهم كان عنده حلم فكان على الاقل لقدهم نص وسب نص ولكن بس كده سلام اشتركوا في القناة